المشروع القومي للطرق واحد من أعظم الإنجازات التي تتحقق في مصر لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تكامل هذه الشبكة مع منظومة تطوير النقل بكافة أنواعه المشروع يهدف إلى جانب تقليل الحوادث والحد من التكدس إلى توسيع رقعة السكانية والتنموية لمصر وأيضا الخروج من الواد الضيقة إنجازات عدة وغير مسبوقة شهدها قطع الطرق منذ عام 2014 سطرها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق المشروعات والإنجازات الكبرى التي قدمها في القطاع وعلى رأسها المشروع القومي للطرق والكباري بتكلفة تناهز 175 مليار جنيه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالية أطوال 7000 كم حيث بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كم ولتقليل المسافات البينية بين محاور النيل تم التخطيط لإنشاء 21 محورا وكبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 نحو 7 محاور وبتكلفة 15 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه سنويا في موازنة وزارة التنمية المحلية والمحافظات لرفع كفاءة ورصف الطرق المحلية داخل المحافظات أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للطرق لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه نحو 8 سنوات من الانجازات التي لا تنقطع في قطاع الطرق فهي من المشروعات التي أولى الرئيس السيسي بها اهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحام الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة